تحياتي أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبس بول حلقة اليوم بدنا نناقش فيها شي صار جدلي كثير في كرة القدم هذا الموسم البار أو تقنية الحكم المساعد بالفيديو بلا شك فيه تقريبا في كل دور من الدوريات اللي بنشوفها في منطقتنا إنجليزي إسباني إيطالي وألماني وفرنسي الألماني بدطلنا نشوفه في منطقتنا وحتى الدور السعودي يوم أمس كان فيه مباراة الشباب والنصر أيضا شهدت جدل تحكيمي بسبب تقنية الفيديو الناس بدأت توصف تقنية الفار بتقنية العار بتقنية الكبار إلغوها ما بدنا إياها وكل هذا الكلام الرافض لوجودها لمستوى أن البعض اتهم إنجلترا تحديدا نتيجة الاستخدام الأسوأ تقريبا في الدوريات الخمسة الكبرى لهذه التقنية أنهم ما بدهم إياها فعن بحكوا للناس شوفهم أسوأها احكونا ما بدكم إياها وحنشيلها زي ما أنتوا بدكم بس تعالوا نفكر بالمنطق نروع عمبارات يوفينتوس برشلولا الأهداف التلاثية تاعة موراتا اللي التغل كثير منكم بيعرفوا لو لا وجود تقنية الفار في واحد أو اثنين منهم انحسبوا انحسبوا 100% صعب الحكم كان يشوفهم فكانوا حينحسبوا إذن هذه فائد الآن الدراسات كلها بتتكلم عن إزالة 93% ل94% من الأخطاء الجسيني جدا في كرة القدم التحكمية انشالت بسبب هاي التقنية يعني هدف زي مارادونا في الأرجنتي بإنجلترا ب86% بإيده انتهى مش حينعاد مرة ثانية في التاريخ بوجود هذه التقنية لاعب وتسلل بشكل فاضح مش حتنعاد مرة ثانية بوجود هذه التقنية لاعب ضرب لاعب الحكم بدون ما يشوفه مش حتنعاد هذه في وجود التقنية خليني أفترض مش ال93% و94% اللي بتأكدها للعلم معظم الدراسات اللي عم تطلع خليني نحكي 80% يعني شاء الله 8% من الأخطاء شيء كويس الآن الناس عم تطلع على 20% وبتنسى انه انشال 80% يعني كان في 80% 100% أخطاء خليني نحكي 10 أخطاء بالمباراة شال منها تمانية تمانية شلناهم برة بطل فيها هاي الأخطاء التغت فالعدل أصبح أقرب العدل المطلق ما تحقق وهذا اللي لازم نفهمه انه الفار ممكن يحقق أكبر قدر ممكن من العدالة بس العدل المطلق 100% يبدو مش هيتحقق لسبب بسيط الفار نفسها يعبر عن تلفزيون عن كاميرا زي زيك لما نحضر مش احنا لما كنا نحضر مباريات ونشوف الإعادة نقول هاي التسلل الثاني نقول لا مش تسلل لا هاي فول هاي مش فول واللاعب ورجل اللاعب وامتدت وغير قاصد وقاصد هذا الجدل نفسه احنا بشر والحكام بشر فالحكام بعيشوا هذا الجدل الآن طبعا في نظريات المؤامرة هاي بعدوني عنها الآن أنا بتكلم بالمنطق فيه شيء بسيط أنا حكم بشوف التقنية إذا فيه خطأ وجسيم وواضح الحكم ما أخده ما بيكون الخطأ بالفيديو الفيديو هو مادة ملهاش معنى يعني زي الاسلاح يا بتستخدمونا الكويس يا بتستخدمونا العاطل نفس الشيء هذا الفيديو هو موجود انت بتشوفه كحكم إذا فيه خطأ تلازل ترجع للحكم أو لازم تطور آلية اتخاذ القرار ربما لابد من حكم أول آخر في الغرفة يناقشه لما يكون القرار بالفيديو إذا هو بدي يغلط غلطة واضحة يقوله انتبه إفلان لمسه بإيده بوضوح يا إفلان آه آه أوكي لمسه بإيده بتراجع ممكن بس التقنية نفسها أكيد حسنت أكيد طورت منطقيا لازم ما تلتغي يا عمي نسيتو شو كانت صير جابلها نسيتو قداش كنا نطالب بالتكنولوجيا خط المرمى والفيديو وكنا نقول لبلتر انت فاسد مش حاطها فالآن طلع فيه ناس بدون راجعونا لعصر أيام بلتر يعني زي ما حكى بلتيني احنا بنحط القرعة زي ما بدنا عشان والله حابين فرنسا تلعب مع البرازيل في النهائية ومن ما فما بدنا نرجع لهاي الأيام نتيجة إنه الحال المثالية ما صارت أذكر إنه احنا نثنين بنشوف نفس اللقطة على التلفزيون وكل واحد عنا عنده وجهة نظر فيها بوصل لنهاية هذا الفيديو وبتمنى أكون شرحت وجهة النظر بشكل جيد وبتمنى أسمع تعليقاتكم على هذا الفيديو بالقضية هذه وبتمنى أيضا تشتركوا بقناة سيفس بوت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله